مساء الفل. نهاردة نتكلم على اغنية حتة من قلبي من كلمات ايمن باجة امر الحان حسين الجسمي توزيع علي فتح الله. والاغنية لسه نزلة من شوية او والله يعني من كتير ما عرفش بس انا لسه سامعها دلوقتي. بص يا جماعة حاجة صغيرة جدا للموزعين وللناس اللي بشكل عام بتتكلم او بتعمل مزيكة او كده. اوع حد يستقل من الموسيقى المقسوم او من الاغاني المقسوم انه يعملها صحة او غلط. او ان هو يقولك ايه يا عام انا بعمل مقسوم او اي حد بيعمل مقسوم. مش اي حد بيعمل مقسوم والاغنية دي اكبر دليل. اه الاغنية كلامها ولا احنا هتحس ان هي امتداد للاقيتي الطبطبة لانه نفس فريع العمل ولكن بلاقيتي الطبطبة كالتوزيع تومة. وتومة بيمشي على اه رتم الاغنية يعني عارفين انتو تضم التك بيمشي عليها بالزبط. ما احترامل اي موزع تاني. انا كنت فاجأة الاغنية هتبقى هاوس ولا يعني اي حاجة من الشغل اللي دايما علي فتح الله بيعمله ولكن الاغنية طلعت مقسوم والاغنية انا بالنسباري اسوأ ما فيها توزيعها. اغنية حلوة لكن توزيعها ما عجبنيش خالص. ما خدمش على الكلام ولا احنا انه يطلعها ترقص. دي يا جماعة دي رؤية. دي مش اي حد يكون عنده دي ما احترامل كل الناس. آآ علي فتح الله موزع على فكرة قوي جدا وانا بحب شغله وبحب تراكاته آآ حلوة. لكن آآ هو بيعمل تراكات اكتر ما بيعمل توزيع موسيقى. يعني توزيع موسيقى اللي هي ايه الاركسترا الشغل اللي بقى بتاع طرق مضكور بتاع عادل حقي. توما بيعمل اتنين بس توما برضو بيعمل اكتر تراك حلو بس بيعمل تراك مقسوم. فانا وجهة نظر الاغنية ما عجبتنيش عشان التوزيع. الاغنية توزيعها انا شايف ان هو ضعيف جدا مقارنة بالكلام واللحن. آآ وجهة نظر انه كانوا عايزين يعيدوا آآ آآ نجاح آآ لقيت التبطبة يمكن تنجح بس ما ظنش ان هي هتوصل لليفل لقيت التبطبة مع ان الكلام حلو واللحن الازيز اللحن يرقص وفيها كده فيها كده زي آآ سبيس او مساحة انه من من المذهب للسينيو ان هو راح بقى مطلعكو حتة ايه ايه امنا دي يا عصر عادي ده السينيو او زي آآ لقيت التبطبة ده سينيو فانا بالنسبة لي فيها الحتة دي لكن التوزيع ما خدمهاش دي وجهة نظر يا جماعة كل اللي احترام للمؤلف والملحن والموزة وحسين الجسمي حبيبي انا بقى عشقه يعني بعشقه يعني حسين جسمي مصري اكتر مني لكن الاغنية مش موفقة تماما معلش انا طالع مكسيكي لانه ملحقدش ان انا يعني آآ انشف شعري فاقلت بقى هو طالع كمان ايه بحاجة شبيهة كده فاقلنا نطلع نراوش بس ده اللي عندي النهاردة لو بتشوفني اول مرة اشترك القناة فعل الجرس عشان تكون اول واحد تشوف فيديوهاتي واشوفكم على خير في فيديو جديد سلام